السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء سنقول اعدادي اهلا ومرحبا بكم درس جديد من دروس اللغة العربية فرع القراءة بعنوان نور والجغرافية اعدادي ترمي تاني تعالوا مع بعض نبدأ بقراءة الدرس بيقول الدرس المدرسة كلها تحدست عن نور متى امتى المدرسة اتكلمت على نور عندما حصلت في مادة الجغرافية على درجة ضعيفة لما حصلت نور على درجة ضعيفة في مادة الجغرافية المديرة ما صدقتش المديرة لم تصدق هذا لماذا صدقتش المديرة لان نور تلميزة مجتهدة نور تلميزة مجتهدة والدليل ان هي مجتهدة ان هي فازت في العام الماضي بكأس التفوق فكيف حدث هذا هنا ممكن يجي سؤال ويقول لماذا تحدست المدرسة عن نور نقول له لانها حصلت على درجة ضعيفة في الجغرافية وما دليل تفوقها الدليل ان هي فازت في العام الماضي بكأس التفوق سؤال تاني لماذا لم تصدق المديرة ما حدث لنور لان نور تلميزة مجتهدة وفازت بكأس التفوق في العام الماضي تعالوا مع بعض نكمل القصة قالت المدرسة ربما هي بتحلل الموقف ربما كانت نور تعاني مشكلة ما يمكن تكون عندها مشكلة ما تعاني يعني تتألم او تقاصي يمكن تكون عندها مشكلة معينة لهذا يجب علينا ان نمد لها يد المساعدة المدرسة بتقول يمكن يكون عندها مشكلة واقترحت ان احنا نساعدها يجب علينا ان احنا نساعدها نمد يعني نبسط وعكسها نقبط او نمنع يقصد بها نقدم لها المساعدة يد المساعدة المساعدة اللي هي العون حتى لا يضيع مستقبلها يبقى هنا كيف فسرت معلمة الجغرافية ما حدث لنور قالت ان نور ربما تعاني من مشكلة ما وماذا اقترحت اقترحت تقديم المساعدة اليها حتى لا يضيع مستقبلها ومعلمة الجغرافية بتقول ده الامتحان ده كان سؤال واحد الامتحان قالت معلمة الجغرافية لقد كان السؤال الوحيد في الامتحان هو ايه السؤال ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني عليها حدود كل قطر عربي ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني يعني حديدي حديدي عليها الحدود يعني فواصل ومفرطها حد حدود كل قطر عربي قطر يعني دولة هترسم خريطة الوطن العربي وهتحدد الحدود الفواصل ما بين كل دولة ما بين كل قطر عربي والعجيب الغريب المدهش وعكس العجيب المألوف العجيب ان نور رسمت الحدود الداخلية حددت الوطن العربي من الخارج رسمت الحدود الخارجية للوطن العربي بشكل دقيق جدا دقيق يعني محكم ومتقن وجمعها ادقة وادقاء ودقاق ودقائق دي جامعة دقيق قلنا دقيق يعني محكم ومتقن رسمت الحدود الخارجية بشكل دقيق جدا لكنها لم ترسم الحدود الداخلية بين الاكتار العربية رسمت الخريطة من برا بس ما رسمتش الحدود الفواصل بين الدول ثم سألت معلمة الجغرافيا نور سألتها بتقول لها هل كانت هناك ظروف فيه ظروف منعتك من استذكار دروس الجغرافيا كان عندك ظروف منعتك حرامتك وعكساسها ما حتلك منعتك من استذكار يعني فهم وحفظ من استذكار دروس الجغرافيا قالت لها نور لا طبعا لا لم تمنعني اي ظروف انا ما عنديش اي ظروف وانا مذاكر دروسي كويس جدا وقد ذكرت دروسي جيدا اما ليه المشكلة ايه السبب ان نور ما جاوبتش على السؤال بطريقة صحيحة وهنا سألتها المديرة اذا لماذا لم تجيب على السؤال بطريقة صحيحة يا نور ليه بقى نور ما جاوبتش على السؤال بطريقة صحيحة وحصلت على درجة ضعيفة في مادة الجغرافيا هنا ممكن يجينا سؤال ويقول ما سؤال الامتحان وكيف اجابت عليه نور السؤال الوحيد الذي جاء في الامتحان ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني عليها حدود كل قطر عربي وكيف اجابت نور على هذا السؤال رسمت الحدود الخارجية بشكل دقيق لكنها لم ترسم الحدود الداخلية بين الاكتار العربية تعالوا نعرف نور هتجاوب على المديرة وتقول لها ايه المديرة بتسألها اذا لماذا لم تجيبي على السؤال بطريقة صحيحة يا نور قالت نور اجابتي صحيحة ازاي يا نور نور بتقول للمديرة انا اجابتي صحيحة دهشت المعلمة وقالت وكيف تكونين على صواب وانتي لم ترسم الحدود بين الاكتار العربية فقالت لها نور بحزن وهل تعتقدين هل تعتقدين ان وضع الحدود بين الدول العربية يكون صوابا يبقى نور بتقول للمديرة انا اجابتي صحيحة والمعلمة بتقول لها ازاي تكون اجابتك صح وانتي ما رسمتش الحدود ما بين الدول الحدود ما بين الاكتار العربية نور بترد على المعلمة بحزن بتقول لها هل تعتقدي ان انا لو رسمت لو وضعت حدود ما بين الدول العربية ده بيكون حاجة صواب ده شيء صحيح انا استطيع الان رسم هذه الحدود امامك بتقول لها انا مذاكرة انا اقدر دلوقت ارسم الحدود بشكل صحيح واثبتت ده ازاي تناولت ورقة جابت ورقة ورسمت عليها لحدود ما بين الدول العربية بشكل صحيح جدا طيب ليه نور ما رسمتش الكلام ده في الامتحان هنيعرف دلوقت بس السؤال اللي ممكن يجي لنا هنا لما يجي اسألك ويقول كيف اثبتت نور للمعلمة انها متفوقة تناولت ورقة ورسمت عليها لحدود بين الدول العربية بطريقة صحيحة كده اثبتت ان هي فعلا كانت عارفة اجابة السؤال طب ليه ما جاوبتش تعالوا مع بعض نكمل الدرس لما نور قالت الكلام ده للمعلمة فكرت المعلمة في كلام نور وقعدت تتخيل الوطن العربي الكبير وهو يحتضن بعضه وبلا حدود بين اقتاره قعدت تتخيل ان ما فيش حدود بين الدول مصر السعودية ليبيا السودان كل الدول تخيلت ان الدول دي دولة واحدة زي ما انت بتتحرك ما بين محافظات مصر اللي بيتحرك ما بين القاهرة والاسكندرية والصعيد بيتحرك بحرية المعلمة برضو تخيلت الوطن العربي والانسان بيتحرك ما بين الدول دي بحرية من غير جواء السفر ومن غير تأشيرة ومن غير قيود تخيلت الوطن العربي وهو جزء واحد وفي الحالة دي هنا ادراكت المعلمة ان نور لم ترسم حدودا بين الاقتار العربية ليه؟ ليس لانها لم تكن تعرف كيف ترسمها هي عارفة ولكنها لم ترسم هذه الحدود لانها تتمنى ان تزول الحدود نور كانت بتتمنى ان الحدود بين الدول دي تزول تتمنى ان تزول الحدود بين اجزاء الوطن العربي كانت بتتمنى ان تصبح الدول العربية ام عربية واحدة وانتهت المعلمة من التفكير ونظرت الى نور وقالت لها انت على حق ومعنى كلمة ادراكت هنا ادراكت المعلمة ادراكت يعني فاهمت وعارفت وعكسها جاهلت ادراكت ما تقصده نور وانها تتمنى ان تزول الحدود يعني تتمنى تتمنى يعني تأمل وتريد ان تزول الحدود يعني تزول يعني تمحى وتختفي وعكسها تبقى ان تزول الحدود بين اجزاء الوطن العربي وتصبح الدول العربية امة عربية واحدة الامة يعني جماعة من الناس وجمعها امم السؤال اللي ممكن يجي هنا لما يجي سألنا سؤال ويقول علل بما تفسر اذكر السبب لم ترسم نور الحدود الداخلية بين الاقطار العربية ليه ما رسمتش؟ الاجابة لانها تتمنى ان تزول الحدود بين اجزاء الوطن العربي ولانها رأت ان وجود هذه الحدود بين الاقطار العربية امر غير صحيح السؤال اللي بعد كده بيقول فيما فكرت المعلمة وماذا قالت بعد ذلك المعلمة فكرت في كلام نور وتخيلت الانسان العربي وهو ينتقل بحرية بين الاقطار العربية وماذا قالت بعد ذلك قالت لنور انت على حق سؤال تاني ممكن يجي يقول كان للمعلمة موقفان مختلفان من اجابة نور وضح هما الموقف الاول كان قبل المناقشة واعتبرت الاجابة خطأ واعطتها درجة ضعيفة والرأي التاني كان بعد المناقشة واقتنعت المعلمة بكلام نور وقالت لها انت على حق وبكده يبقى احنا شرحنا درس نور والجغرافية بتمنى كون قدرت ساعدكم وفيدكم ولو بجزء بسيط اضغط لايك للفيديو شار الفيديو لكل صحابك عشان يستفادوا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا